كويس جداً استكمالاً للسؤال الكريم قاله فكرة هنا تبديل الحراس بس انت عندك احنا كنا الاول بنقول يعني اول بعض كان بيقولك احنا عندنا في كل نادي حارس لكن بنخاف لو حصل تبديل حارس اساسي يعني بنخاف لو حصل تبديل يكون نفس المستوى لا بغد النظر الكلام ده سليم او غير سليم بس دي التخوفات الموجودة لما جينا لمنتخب مصر برضو الناس كانت متخوفة الشرناوي طالع يا انها ربيض الشرناوي طالع احنا دعنا جي ابو جبل لا جي ابو جبل كنا بنسقف لكلنا كل انتماءاتنا برافو يا ابو جبل ابو جبل طلع دخل صبحي برضو ما كانش فيه القلق قوي رغم ان صبحي ما خدش الفرصة يعني ان شاء الله ياخد اكيد فرصة ويزبط نفسه ولكن برضو الواحد كان واثق خلاص شاف ابو جبل نموذج قالك احنا اكيد اكيد المنتخب عامل استعداده بشكل كبير فبرضو شفت دي ازاي موسى الهوند هو طبعا سوال كويس جدا يمكن انا اتسألت في سوال ده قبل كده احنا الجيل بتاعنا مكون احنا موجودين كتعدد الحراس او القاعدة بتاع الحراس مرة ما كانتش كبيرة كان فيه شي اعتقد كان كنتنا والحضاري وكابتن نادر وعبد الواحد وعبد المنصف وصبح يدخل معنا والهاني كان صغير ان هو مفروض دلوقتي كبير فالجيل ده كنا اربعة خمسة وكانوا حارس بيلعب وفيه ناس لعبت سنين طوال فانت ما كانش عندك فرصة انك تلعب في نفس الوقت كان هنا بقى ما ناس حد يغيب فيهم كيقولك فيه مشكلة اما انا بقى لما دلوقتي انت بتتكلم في قاعدة كبيرة جدا عندك اربعة خمسة ستة سبعة كل واحد عنده فرصة كويسة حراس كبار في الدوري العام في نفس الوقت عندك اثنين تلاتة منتخب اولمبي اللي هما المستقبل فانت دعم عدد انت بتتكلم في قاعدة كويسة جدا بنسبة لحراسة المرمى النهاردة شنوي لما يلعب لعب اول ما مسك الفرصة ولعب هو دلوقتي ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا بقاله حوالي تلاتة اربعة سنين بشكل اساسي مع النادي الاهلي مع المنتخب المستوى بيعلى دايما ما بينزيش خالص ولو حصل دروب ده طبيعي ان كنت بتلعب احنا بشر يعني طبيعي انك انت بقى فيه اخطاء خفيفة لكن انت مش اخطاء تخليك تخسرك بطولة لكن انا عايز اقوله ان الوقتي الشنوي طبعا قدى بشكل كويس جدا الناس كان بتتكلم ان فيه فرص تانية لابو جبل وكان فيه قبل كده خالبالك انا هوندو كريم انت عندك كان موجود عواد فترة بعد كده يدخل جنش وبعد كده يدخل ابو جبل بعد كده جنش يلعب بعد كده الكني ما يلعبوش فالجنش يبقى في المنتخب وكذا حصل اصابات كورونا سوق المستوى في نادي الزمالك فاللي سبت دلوقتي الفترة اللي هو كان الاخيرة كان عواد لها فترة كبيرة جدا بعد كده ابو جبل على فترات لكن هي بتحسب طبعا الجهاز الفني المنتخب ان هو شايف وليه رؤية ان انا نهاردة عندي رقم واحد محمد الشيناوي حارس ممتاز فبالتالي انهاردة لو حصل حاجة ليه هيبقى فيه دروب كبير جدا في اداء المنتخب لانه هو الشيناوي بيقدي بمستوى رائع واعتقد ان قوته تعدي 50% كمان مع المنتخب فعندك النهاردة لازم بالحارس الموجود ابو جبل فلما جينا ندخل في البطولة فرقيا كان ابو جبل جاله كورونا فبالتالي انت عندك اتنين صغيرين في البطولة العربية حتى كان ممكن تبقى فيه فرصة كمان يلعبوا لكن ما حدش لعب فيها لانهو يلعب بشكل اساسي خلينا برضو